وهلأ نيرمين عم تحاول تعيش مع جوزة لجديد حياة طبيعية وهادي بس المصايب ما عم تتركهن أبداً شبك؟ خلص فيه، مو معقولة مش بعت نوم؟ حسان، شربوك دوا ومانك عرفان لما رحت على بيت غصون لقيتك نايم بي تخته وكنت غفلان ومانك قدران تقوم هي أمي أمي أكيد حاولت تسممني، نيرمين؟ أكيد حاولت تقتلني حسان حسان، واقفي شوي، ما بننبهد الحل أقدام العلم من الصباح أمي، فتحي الباب الأفضل اللي متخبية جواه، فتحي شوينا خير، شوفي حسان أنت بنتك تقتليني بلا حكي فاضي، أنت جنات وجاي عم تتهمني؟ ما لي بهديني غيرك، ما قولت في الوحيدي؟ وأنا عرفان منعيشتي لأنك أمي حسان، أمك ما دخلا، أنت أجيت لهون برجليك وبعدين قلت لي أنا كتير مش تقلك شو نسيد؟ كسب، كسب، هدو عم يكسبوه حسان، أنا طول الوقت كنت عم بحاول وقفك، ونبحتك ما بصير تعمل هيك، أنت متجوّس، بس أنت ما رديت علي، وأجيت مشايف قدامك، وعم تنادي غصوم بدياها شو كأنه نسيت اللي عملته؟ على فكرة كتير كنت رومانسي، ولما أجت مرتك شافتني بين إيديك أنت شو اللي عم تقولي؟ لك شو رومانسي؟ عم تكسبو بتكون جننوني؟ أنا ما عاد أتحمل أكتر من هيك، والله لموتك بإيديي؟ حسان، لا، حسان، ضوضها لها، لأنه نير مين هون عم تحاول تنكر، ابني تركها البلد، بكثي، بكثي، خلصنا لما أجيت لهون كناي محاسس بشي بنوب، وأنا شفت كل أدوية الوسخة اللي عطيته إياها حسان، تكبر البلد، حسان، خفلك تركها، حسان، تركها، حسان، تركها، لازم نخبر الشرطة بالموضوع يلا حسان، خليهم ياخدوا العقاب اللي بيستحقوا مشان يفهموا منيح كيفي كذبوا، خلصنا، نفكرين هون غابة، امشي حسان حسان أنا ما بروح أبدا اللي عند الشرطة ننمي، لكن شو بدك تساوي؟ انسي الشو اللي صار جوا قدامك؟ سمعت شو قلت نيرمين؟ خلص انسي الشرطة كيف انسى يعني ها؟ ما بقدر روحه بس بكفي نيرمين، لات زودية أكتر من هيك بكفي نيرمين واقف شو بدك؟ ليش ما عم تقول لمرتك الحية وإنك خايف تروح على الشرطة؟ سمعي، هاي آخر مرة بنبهك فيها، إذا تاني مرة بتعيدي هالحركات معي، فلا تلومي غير حالك، مفهوم؟ انت ما بتخوفني بنوب، انت اللي لازم تخاف من هداك الزلمي، يلي اسمه غسان، إذا بدك رح نفوته باللعبة تبعنا شو رأيك؟ انت شو بدك مني أخ؟ فاهميني شو بدك؟ والله يلعن الأمهات اللي متلك؟ اليوم عم تلعني بس بكرة بدك تشكرني كتير يا روحي لك أنا بكره هيك من قلبي الواحد فينا إذا ما تذكر شغلة صغيرة بيزعل كتير، فكيف غسان اللي نسيان سنة كاملة من عمره بعد الحادث اللي صار معه؟ وقد ما حاول يتذكر، للأسف ما كان عم ينجح وفجأة غسان، قدر يتذكر شغلة صغيرة موسيقى آلو، عمار، بدي ياك تساعدني ضروري عمار ما أنا بالبيت بعد ساعة بيجي أنا أرفيه عفوا مين إله بس يجي؟ لينا أنا لينا، لازم يجي لعندي فوراً موسيقى وأخيراً غسان بلش يتذكر شي من اللي كان عايشه لينا تذكرت؟ 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 أمار أمار طبعاً أمار هذا هو الرقم المطلوب مغلق يرجى ترك رسالة بعد سماعة الصافرة بس لحتى يوصل للحقيقة كان لازم يتذكر أكتر من هيك أنا مش هنغسان ما تركت شي ما عملته طبعاً لما طلع لبرة نسي كل شي حبيبتي كلي بن الزيتون طيب بس كتير حلو أنا كرما لو تحملت كينان ممكن تتخيلي أنت؟ صب الليك شاي هلأ صبي إيه ولا يلي صار بنار مين؟ حسان كان بدو يقترني وكنت رحت فيها وما حدا سأل عني مش عن شو أه وكرمال مين فاهميني كرمال شو؟ ياسمين ياسمين حاشتك خلصنا غسان 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 كلي لقمة ويمينا من سيرته هلأ بس مو كل هذا الشي صار فيني من وراء لغسان يا زينا ماشي حبيبتي وأنا أصلا هذا اللي عم أحكي معك أنت بسبب غسان ما ضل مصيبة وما إجت على رأسك وأنت لساتك راكدة وراه لا تعملي بحالك هيك حاستك عملتير وقيمة والله مو مستاهل كل القلب مش عن الله لع تحكي معي هيك مو ناقصتك ايه والله عم أحكي هيك لأني مأهورة عليكي مش عن الله بدك توعديني هلأ إذا هالزلمة ما صار متل الكلب قدام بابك وإذا ما اعتذر منك وباس إيدك مليون مرة ما عدتلي في وشك وتطلعي بوشه أبدا خلصت ركيه بس فترة وعديني لعمة شو هادية ما صفي رجال غيره مثلا أنت صبية وحلوة وبتجنن وزكية وشاطرة أنت شايفتيني هيك؟ طبعا أنت هيك وعديني يلا وعد 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 إذا ما أجه وتسطح بالأراضي وتشحتف وبكي مع بديا خلصنا ومتواجهها بسيطة ايه هيك ها همن الأول ها حياتي عندي فكرة بتاخد العقل هلو لت اللي بدك تحط سيارة على الباب مشان توصل الزباين على بيتهم هلأ هاي الفكرة كمان حلوة بس خلينا نأجي له واسمعي شو رح إليك كتير منيح طيب تفضل احكي لا شوف بدي جي فرقة موسيقية فرقة موسيقية؟ اتفاجأتي ما؟ الفكرة إنه العالم لما يجوا يأكلوا لازم كل الأجواء تلفي تنظرون يا روحي صح شفتي؟ حبيبي آه طلع هون في قائمة للشغلات اللي رح ندفعون هالشهر وانت مبيم معك منيح ما هيك؟ طبعا يا حياتي أنا عم بعمل هيك مشان ندفع هالقائمة بسرعة وبسهولة يعني ما بدي الناس تجي بس مشان تاكل رح يجو كمان مشان يسمعوا موسيقى طيب إلي اللي شوف شو نمط الموسيقى اللي بدك تحطها للزباين موسيقى جاز جاز؟ أكيد أنت عم تمزح ما هيك؟ لا أنا كتير جدي حتى فكرت وين بدنا نحط الفرقة ركزي معي شوي رح نشير كل الطاولات من هون ونقعدهم ما بيصير إذا نقصوا الطاولات رح يخف عدد الزباين والمردور رفيف طاولتين ما رح يأسروا علينا رح نجيب سكسافون وكلارينات وترومبيت وهيك بنكون خلصنا من كل هالموضوع إيه والطبل مو حلوة بيعمل ضجة كبيرة إيوة رح يعمل ضجة مزبوط يعني وقت يجوا الناس مع أولادهم اللي يرتاحوا ياكلوا بيتزا إذا صراعنا رأسهم بسكسافون ما نضجة بس الطبل زيادة معك حق حياتي بعرفك بتحبي جاز بقى من شو من دايقة شو حبيبي أنا بحب موسيقى الجاز بس مو هي مشكلتي يعني الموضوع أن الزباين اللي جايين لهون مو كلهم بيحبوا هالموسيقى أو بيحبوا يسمعوها وأنا فكرت بها القصة كمان صدقيني كل اللي بدون يجوا لهون أكيد رح تعجبون هاي الموسيقى معشي؟ وهلأ بدي إلك نو أنا اتفقت مع الفرقة الموسيقية ومشي الحال وبعد شوي رح يجوا ويشوفوا المطعم بدون ما تسألني؟ إيه بدون ما أسألك القرار الأخير هون هو لأيلي مزبوط نحنا من قبل منتفقين على هالقصة أنا هون وأنتي بالبيت مزبوط أنا رايح على عيادة المريض عم يستنى حسان كيف قدران تروح على شغلك بعد اللي صار اليوم؟ شو بدك يعني أعمل يعني؟ خلينا نخبر الشرطة ومناخد بيدنا تقرير من المشفى بيعملو لك فورا تحليل دمه بيبين معه الأدوية اللي عطوك إياهون وبعدين شو؟ شو بدون يقولوا علي؟ دكتور ضحكت عليه مرتو وشربته أدوية غصبا عنه؟ ما بدي ينحكى هالحاكي ماشي فهمت شو قصدك من الموضوع؟ ما عم تفهمي شي يا نيرمين لو فهمتي ما كنتي تصرفتي معي هيك أنا كرامتي فوق كل شي نيرمين وما راح خلي حدا يعملني مسخرة ماشي فهمي هالنقطة وأنا ما بدي يروح على الشرطة أبدا خابرك وأنا ما راح اسكتلهم على هالشغلة حسان بيخافهم ما بيعمل ابنوب مستحيل يروحها الشرطة بس نيرمين ما فينا نتوقع شو راح تساوي برأيي ما بتسترجي تعمل شي ما بدنا نجازف نحنا اللي لازم نوقف نيرمين بس كيف؟ مرت عمي شوفي شو بدي ورجيكي عجبوكي قلت بيجوزي في دونة برافو وأنا برأيي هدول الصور لازم يفيدونا بأسرع وقت ممكن طيب شو بدك تساوي طاولي بالي أرح ورجيكي أمل خانو حبيبتي شو أخبارك وأنا منيحة كمان بدي أطلب منك طلب لو سمحتي صباح الخير أهلين أهلين فيك شو هاليوم هات؟ بلكي عرفني والله مصيبة نحنا بنعرف بعض؟ اللي تقينها قبل؟ إيه أنت جيت على عياتي وساويت سمك لا تواخذني في كتير شغلات ما عم تذكرها أبدا نيحة اللي ما عارفني ما عمي تذكر صار معي حادث من فترة وضليت ست شهور بغيبوبة وساكرتي سمعت من الجيران بالموضوع وزعلت من كل قلبي إذا محتاج شي أنا ساكن هون أكيد أهل أنه بلسني يوجعني مر لا عمدي عليهادي أهلو سهلا خالي صباح تفضلي هلأ بتيجي ماما ما تتأخر لساتو أبوكي لهلأ عم يركض لي صالح أمك يعني شوي مو كتير لا يكون في حدا تهني بحياته أنا أنا والله ما بعرفش رح جب لك كيك مع الشاي تعي تعي تركينا هلأ من الكيك مو وقته حكيلي بسرعة لشوف لده اللي ساكتة في حدا جديد بحياته لأمك ولا ما في هذا اللي بدي أفهمه منك بصراحة في واحد بحياته بس هو فاتع السجن وطلع من فترة وماما كتير زالت علي يعني انت شو عم تقولي والله ما كنت متوقعة يعني صبية حلوة مثلها شو بدي بواحد مشكل جي ضخيلك يا ربي آه قديش في دكاترا ومهندسين تقدمولها بس ما عرفت قيمة حالها آه آه خالتي أهلين حبيبتي قديسة اللي ما شفت هيك آه يا روحي انتي والله جاي بدي أعمل شوية تفحوصات بالمشفى شو منروح سوية حلوة؟ طبعا منروح عادي عادي يا الله بنتي ليش حطة شاي عن ناشف هيك؟ أنا هيك علمتك الضيفي بعدين حبيبتي هيخالتك مثل أمك أم يجي بي كيك يلا عبرك تعي تعي خليها خليها خلاص خليها تروح شايفة هديك الشنتاية؟ كلها معبايا براكم فطاير آه يا روحي انتي دي مركد يجيب الفطاير يلا كيفو عم طمنيني؟ كيف بدي يكون ماشي حالو رفقتي ايجت لهوني زيارة وبصراحة عجب البيت وبده ندله مع قرشين وما بدا تصرفون اي ولي همك؟ انتي سأليها كيف بدي يكون وأنا بعدين بلاقي له حسب طلبه يسلموا ايديك يا بنتي حواليك بيت صغير طبعا منلاقي منلاقي ولي همك مرت عمي؟ شوفين بارح حسان نسي قميسوا عندي بالغرفة غصون؟ آه حبيبتي مرحبا أمل غصون؟ دخيلك بنتي أمل خليها بناتنا ابني حسان ناوي رجع لغصون لأنهم بيحبوا بعض وكيف بدهم يرجعوا؟ ما هو والنير مين تجوزوا؟ يعني هن صح متن ما قلتي متجوزين بس بتعرفي لرجال صعب كتير إنهم ينسوا مرتهم الأولى قلتك؟ أنا قلت له ما بدنا نزعلها والمرة ما لازم بأبدا ابني ما عادي تحمل فراقه ونير مين ما عم ترضى تتركه بحاله آه مش هان الله قوله غير هالحكي مبارح بالليل اجت لهون ولقت يضغصون وقدني نايمين بالتخي لا حاشتك بقى عم تحكي عن نير مين؟ آه بصراحة الحق لابني غلط غلطة وانفصل عنا بس لساتهم اللي هلق بيحبوا بعضهم آه لا مو معقول أنا مستحن ستقق هالشي بنتي ورجي هالصور شو عالحكي أي صور هدول؟ عفوان منك أمان shade غير اوه لا شو هاد شو هاد يا بنت Action iferوان ظjangت كيب لهة قلت لابين ما نرجع لي بعضنا خليني أتفرج عليهم وواسحاني معقول فيك تواسي حالك في يوم بواسو ايه والله يا أخي هيك اختفيت نشغل بالي عليك كتير وبعدين عرفت واتصلت بالمشفى بس قالوا لي انك عم تصحى قل لي هلأ كيف صحتك؟ منيحة منيحة أحسن والله أنا بصراحة اتصلت فيك لأنه بدي لقي عمار ضروري وين اختفى الزلمين؟ والله أنا ما بعرف بس انت بتعرفوا لي هالرجال قبطان الله أعلم بأي مينة بيكون هلأ أو بأي بلد هلأ بيهاي معك ها بس فينا نعرف يعني اذا سألنا بالشركة اللي بيشتغل فيها أكيد عندهم معلومات ايه مظبوط حكيك انا عندي رقم الشركة اللي بيشتغل فيها عمار شفلك يا عمار حلو كتير لك هندقلهم فوراً مراد فوت مرحبا أهليين طمني عنك وانت؟ وأنا منيح فوت فوت ما بدي أسعجاك فوت عندي رفيي وهلأ بعرفكم عبعض تاع مؤيد هم شوف بدي عرفك على مراد حكيتلك عنه أهليين مراد كيفاك؟ منيح وحضرتك؟ الحمدلله كتير منيح غسان؟ دبرتلك رقم تليفون عمار دبرته؟ ايه ايه مش الحال ايهاتو؟ صار عندك على الموبايل سجلته كتير منيح ممتاز ايه مماشي؟ اتفقنا؟ ايه لا تتأخر علي ولا يهمك؟ يسلموا شرفت فيك تبع حالك منيحين؟ شكرا اه 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 اجيت يلا اه 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 يا روحي اهلا وسهلا فيك هالدي خبرك بياخد العقل مممم؟ شو رح تتزوّج؟ بلى ما سخرتك هلّأ في الفيئي سافر لبرة بشغل مهم ورح يترك البلد ويروح وحزري شو بدي يترك لنا هون؟ الططو ولا كلبه؟ لا يا روحي، صالون التجميل تبعه شو عم تقول عم تمزح ما؟ اي خلاص، أحسن ما تلعبي بهاي الشغلات بالبيت بقلب الصالون بتعملي اللي بدك ياه وكمان فوق بتكسبي مصاري كيف؟ حلو كتير بس أكيد ما رح يعطينا يا بي بلاش زينة، أنا معي شوية مصاري والباقي إذا أخدناهم من لؤيدين بنقدر نفتح الصالون عم تحكي منك لعقلك يا روحي لؤي مستحيل يعطيني فرنك؟ يا ربي ليش تبعتلي بنات ما بيعرفوا يتصرفوا؟ مناخد قرد من البنك؟ مو دائماً بيعملوا علانات وبيقولوا أنهم بيعطوا قروض لربات البيوت؟ شو رأيك؟ يا بنت، أنت عندك مختجاري فظيع لكم عشبك، بيقولوا ناس عندهم الزكا وناس عندهم المصاري ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه بدك تبيع السيارة؟ ايه والله ليش؟ انت بتحبها السيارة كتير وانا بحبها كمان معك حق علي شوية ديوم بدي يخلص منه لمين؟ اي دين؟ جوزة القديم لياسمين هادا كينان بدي رجع له مصريه هو اللي يوكل المحامي وانت مين اللي قالك هالحاكي؟ هو اللي قالي ليش؟ لانه انا ما كنت حابب احكي بس بصراحة انا اللي دفعت له للمحامي انت اللي دفعت؟ اي انا خالي رفيف هلا اذا طلبنا منهم وسيئة بيعسفولنا ياها؟ كرام برأيك هلوات لهذا المسح السائي؟ اي شو فيا؟ شو بدك يعني اكتب لك طلباتك واعطيوني ياها؟ برافو سيدي عقوب معلش تطلب منك شغلة؟ طبعا عمر بيك امور؟ انا بدي اطلب غنية واكيد بتعرفوها اسمها ايتس تايم بتطير العقل لو سمحت بدي اسمعها يلا سمعونا حبيبي عمر؟ عمر شش ديئة ديئة عمر ممكن نحكي معك كلمة؟ منتي عم اسمع موسيقى هلنا عمر محلش نحكي دقيقة؟ عفوا اللحظة بس تحا موسيقى يا روحي انت شو عم تعملي؟ ليش ما عم تخليني اسمع الموسيقى اللي بحبها انا؟ يا عمري منتبعي انت شو عم تقول؟ الموسيقى اللي بتحبها يعني انت اللي بتحبها الموسيقى ايه ليش انت ما حبتي؟ يا عمري المشك اللي ابدا مو انا وانت شو ما نحب فكر شوي بمستوى الزباين اللي رح يجوا لهون وفكر بولادهم الصغار يا ترى رح تعجبهم الموسيقى وهن عم يأكلوا وجباتهم؟ ايه يعني بصراحة بدك تعرف انه هون مو مسرح موسيقي ومانو نادي للجاز المكان اللي هون حلو كتير وظريف وهادي مطعم بيتزا مو اكتر بعرف منيح بس انا بديايكو مكان كتير راقي ومميز يعني وين الغلط انه نخلي الناس تسمع هيك موسيقى ما عم بفهم؟ حبيبي ما في مانع بهالموضوع يعني طبيعي والحق معك بس عم يجي عالمطعم اشكال الوان ما هيك؟ يعني الفكرة ما بتقدر تحكم ع الناس وتسمعهم الموسيقى اللي بتحبه انت واذا حابب تسمعهم الموسيقى لازم تكون الاغاني على زوءن مو على زوءات حياتي بدي اسألك سؤال بتعرفي فراهات كواجي ما هي؟ يعني هيك شخص مين ما بيعرفه؟ تمام معناتا بتعرفي انه هو بيغني بمطعمه كمان متذكره ولا شو؟ يعني اذا بتتذكري بزمانه انا وياكي رحنا لعنده عالمطعم شان نسمع الاغاني اللي هو بيعزفه صح صح متذكره الموضوع شوف انت حكيت مثال منطقي بتتذكر شو كان يقول بعد ما يازف الالحان تبعه؟ الاغاني المشهورة بعزفه حسب الطلب رفيف انت عم تحاولي تغيري رأيي بس بصراحة انا آسف حياتي ما رح غير رأيي ابداً هم؟ هم؟ اه عمار فو في هذا الختيار رئيس لجنة البناية تذكره؟ انت لما كنت بدك تعمل حديقة للصغار وعصب مش عن صوت الولاد وعملك مشكلة وانا رحت بزوره واقنعته وهلا كيف هو بده يقتنع بهالموسيقى؟ ما بعرف؟ يعني برأيي اكيد ما رح يقبل بهالشي ابداً بس يا رفيف دقيقة انت حاكي معه من قبل احكي معه مرة ثاني لا عمار مستحيل الظلمة ما بيتحمل صوت الولاد انا كيف دي اقنعه بصوت السكسيفون؟ ما بيقتنع ماهي؟ لا مستحيل يقبل هلا انا حبيت لهالفرقة بس عن جد حبيتيو؟ ايه بس يا حوينتو عمو بهاء الدين؟ برافو يا اولاد والله برافو ما تحملت حالي ونزلت للتحت بفضلكون اداني رجعت للطراب انا بهنيكن شغلكم بجنين برافو لو سمحتوا يا شباب كملوا فضلوا الرجال ناجحوا معه مصاري لا افوقه كمان عزابي الله وكيلك رفيقتي تعمل حالة مريضة بس انشان تجي لعنده خالتي سمعتين؟ معقول في هيك حركات؟ وليش مستغر بكل هالقد؟ هلا البنات عم يدوروا على راحتهم وبهالوقت لازم يكون الزلمة في بجيبتو ثلاث مفاتيح شو دون مفاتيح كلهم؟ البيت والشغل والسيارة خالتي انت سايران تحكي متنى السياسيين والله العظيم والله يا بنتي بحسك ما بتعرفي شي بكرة بستكبري بتعرفي المرة بدون رجال ما فيها تعيش ابدا لأن الوحدة بتخلي المرد جن يا بنتي شو الحكي يا خالتي مشان الله معقول؟ عم بتخلي المرد جن؟ شو الأفكار اللي بيبعليك؟ ما بدي فكر خليني هيك مبسوطة وما بدي شي اه لك صحيح بنتي نسيت قللك من هو الدكتوري هلا اسمعت عنه طبعا لثلاث مفاتيح غني وعنده سيارة وشو هديك كمان؟ البيت تتذكري واحدة اسمها منار ابنة الدكتور منار اه خالي منار ابنة بيكون دكتورك؟ اه دكتوري العما ما قلته وفيه إصار دكتورك؟ شايف الحظ؟ برافو عليه وصدقيني كل أهل الحارة بيجوا لعنده وليش؟ ليه؟ لأنه ببلاش الشب كتير آدمي وأكابر وأرايبينه وجيرانه ما بيأخد منهم انتي عنده وفيه عم تحكين؟ ايه خالتي فاجقتيني الشب كتير ظريف بنتي وعدون عليه حاطين عينه مدعم صباح؟ تفضلي الدكتور عم يستنعكي مالا هو هون؟ هوني هوني تاعي تاعي ايه شو غريبة؟ تعالي لنشوف إذا بيتذكرك فوتي انتي قابليا يلا بنتي تاعي أهلين خالي صباح تمنيني شو عملتي التحاليل؟ طبعا تمام مرحبا أهلين ما تذكرتني انت الأحوال توفيق؟ ياسمين ايوه أهلين وسهلين أهلين فيك مرحبا أهلين اهلوه اهل tops اهلين 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 كنت عم بيستنى الخالي الصباح بس بصراحة جايتك فاجقتني كتير والله وأنا طفاجقت بالموضوع انت كيف صر الدكتور احكيلي حبيتي كتير برافو عليك شكرا إليك والله هي صر الدكتور لأنو درست مليح اهي لهايك برافو قلي انت عم تشوف فرافقاتما الإدمة ياسين تتذكرم؟ بتتذكره بتذكره طبعا صر لحام تعريف؟ شو اسمه هذا؟ حسين يمكن حسين ولا مخربته؟ قصية تتذكره؟ قول ما تذكر قصية روحي كان وراية عاية هذا هو كان كتير يمزح ويتمصر بالصف بس كان شاطر هالولد اي شاطرت وراحت عالفاضي هلأ صار يشتغل كوة اه وانا خياطة تتصور بدي احكي وخجلان بس انتي حليانة كتير شكرا كتير إلاك شو أخبارك وكيف وجوزك معك؟ طلعت من زمان بس ما خاني بنوب هو ما خاني أصلا أنا ما بخلي حدا يخوني بس نحنا صار في بيننا سوء تفاهم وانا تركته نفصلنا اي مفهوم وانت خاطب جوزت في هيك شي يعني؟ اه والله ضليت متجوز شي سنة بس كمان ما اتفقنا اه وانت كمان في خيانة عندك؟ يعني انا ما فيه انت فيه؟ مو هيك اه ما قدرنا نتفق اه لأنه الخيانة صعبة كتير لما بتصير معلش ولا يهمك يا ابني يعني الواحد بهم وراحتوا بالأخير ما هيك؟ طبعا الله يبعض نصيبكم مرأة تانية ان شاء الله اه لك هي لقطة زوجة بحد مرته القديمة بالله لو كنت فدالة ما ابضل معه ولا لحظة بس هي راحت رجعته عالبيت اه يا ترى سمعتنا؟ دخيلك واذا سمعت؟ احسن ما تظلة هيك شايفي حالة عالعالم تروح تضب جوزة وضعك ممتاز خالي صباح ما في شي بيخوف انتي منيحة تعالي بكرة الصباح ومعتك فاضي خلينا نعمل التحليل باقي ماشي؟ الله يرضى عليك يا ابني كيف بنا نجازيك معنا ما بعرف ولو يا خالي شو هل حكي ما اني طالب غير الفطاير اللي بتعمليها بالعادة وهيك منطلع خالصين صحي صاويت منهم وأنا وجاية جبت الله معي لياسمين المسا تعالي عنه ومنعملك جنبون شاي وبتعكل لتشبه بعد اذنك يا اسمين طبعا طبعا ولو بس يعني كنت عم قول انه بجوز عنده شغل بلا ما كتير نحرجه يعني هيك فجأة؟ شغل شو يا ابنتي؟ والله اذا اجي المسا بيلحق واذا ما اجي يمكن ما بقي يدوق فطاهر خالته صباح مرتان خالتي ليش هيك عم تفاولي علي حالك مشان الله؟ يا الله دخيلك انا لا يقدر بنتي عم قول ما رح ارجع ساوي له فطاهر وين رحمة؟ انا ما قلت انه رح يصر ليش شي بعيد الشر بس نحنا بالعيادة اللي هيك صر تفكر هيك يعني فهمتي علي يا ستي للتوفيق عن جد صعير دكتور ايه؟ اذا انا وجعني شي ضغري رح اجي لعنده الشاب كتير محترم وفهمان وشاطر ما شاء الله بس اسمعتي شو قال؟ الزلمة ما نحظ بزواجته ابدا يعني متل حظك يا بنتي يعني انتو تنام بالحقيقة خالتي؟ لا ما عم صدق انا شو غبية خالتي انت اصداً جبتيني لهون مه؟ عايب هاي حركات عايب عليك يتساوي معي هيك يه؟ شو خطر ببالك فهميني يا روحي؟ انت اصداً جبتيني مش هنشوفه للزلمة وشوفني ما هيك؟ سكتي لا تحيتي بهدلتين قدام العالم شو قصتك انت؟ انا ما عملت هاي؟ عملت عملت وانا متأكدة انه هيك القصة مبلا وعملتها يا ستي وشوفي اذا عملتها؟ بعد كل هالعمر بدك تقابلي احسن منه فهميني انتو الاثنين قرامل بدك احسن منهم؟ شت انا كم مرة قلتلكم ما تقولولي ارمالي لا تعيدي يا هالكلمة انا مطلقة بعدين ما حدا طلب منك تفكري فيني وتعملي هاي الحركات؟ كتير سلقتيني بدني؟ هذا الشب رفيقي من زمانه هو متل اخي بالضبط شوفي خالتي؟ لا تعيدي يا بنوب عايب هالحركات يا الله خلاص افهمنا وما بقى نعيده وما رح ندخل بحياتك ابدا بي صار يا سياد حقي هو سألني وقلت له بعرف واحد كتير اكابر بيشتغل ببنك قريب وبعدين اخدته واجينا عالفرع طبع حضرتك؟ زيزي اصرت انه نجيل عند حضرتك وانا وافقت كتبت الاستمارة ما هيك؟ هو بصراحة انا ما اهتمت بالاستمارة واجيت لعندك فورا وطلبي كتير صغير من بعد اذنك طبعا احنا شغلتنا توقيع والاستمارة انت بتعبية مو؟ مو هيك بتتعاملوا مع الوقاي؟ السيد لو اي زبون قديم عنا وهالشغلات الروتينية هي ما الى ضرورة معه بس هلا بدي منك بيان راتب وهويتك كمان واذا معت ملكية لأي عقار رح خلي الشباب يساعدوك فورا ما فهمتني بيان راتب والهوية وراء الملكية لشو كل هالقصص الفاضية يا سيد حقي؟ وبعدين انا اذا كان عندي بيان راتب ليش بدي اسحاب قرد واشتغل مو معقول؟ مو همت طيب حضرتك عندك اي اسبات انك بتملكي اي شي باسمك؟ ايه الحمدلله في شي بملكه ومسجل بالطابة البيت اللي عايشة فيه شقة دوبليكس ومساحته كبيرة ليش؟ طيب طالما البيت مسجل نحنا لازم ناخد منك وراء البيت ويضلوا عنا منحطه تحت الرهن وبعدين منعطيك القرد غير هيك ما فيني ساعدك بايشي زينا لعما على هالزلمة ما بيستحي أبدا مشان شوية مصاري بده ياخد بيتي يلي متل القصر ويحطه رهن عنده؟ لأ مو معقول حبيبتي بهالقيام صدقيني ما حدا بيدين شي لحتى يضمن حقه الزلمة ما غلط انت خليك ساكت احسن لك وإلا بلغي القصة كله يعتى انا مناقصني بدوبها شو بدك لقاي؟ لك أنا هلأ شو دخلني بتختك كمان؟ روح لحالك وجيب تختك هذا اللي كان ناقصني لقاي؟ أنا بروح وبنقيلك تختك طبعا منروح سوا ومنشوف تخت وين لقيك؟ تمام أنا على الوقت بكون هناك يا روحي تكرم بشوفك له أي حبيبي سلام يا عمري ولا حاسس ضحكتك مانع الفاضي أبدا حياتي الواحد لما بيمرض بيروح لعند الدكتور وبيعالجه وموضوعي لا بده مدير بنك ولا هالحكي الفاضي شباك بس شغل مخاك والله تكسر جسمي وأنا نايم على القاطع تبع غسان؟ خليني أخد تخت متل العالم ولما بنتقل عبيتي بأخده معي اللي شفناه كان منيح بس برأيي هاد أحسن هادك قاسي أما هاد طريق أريح منه والله انتي ما في منك يا زينا لو ما إجيتي معي بحياتي ما رح أعرف إيلا حالي أي بعرف هالشي نحنا صرنا رفقات وبعدين في سنين عشرة بيناتنا شو نصيت بعد كل هالعمل رح نصير أعداء الله مو معقول أيوا معناتها نحنا رفقات شوفي هي كتير عجبتني لؤي راسي عم يفتل شو صار لك حياتي؟ طوبوا الاسعاب جيبوا مي خلاص لؤي استنى استنى دقيقة واقف ما في داعي هلأ بتحسن لحالي التعطي لي قلبي حبيبتي شبكي يلا أمي بدي أخذك على المشفى بسرعة لؤي استنى شوي أنا بعرف شو الموضوع بلجت طلعي فيني ليكون عم تشتهي الحلوة أو المالة لا أماني حامل شبك أنا مريضة شبكي؟ بلك طلع معي ورم دماغي شو؟ ورم؟ بصراحة أنا ما كان بدي أقل لك بس هذا اللي صار ايه؟ والدكتور شو قالك؟ عطاكي دوء ما هيك؟ هذا ما بيروح بالأدو يلو أي إذا ما عملت عملية فوراً بيجوز موت بأي لحظة ايه خلص إذا هيك القصة عملي العملية فوراً هاي معنى شغلة زهلة كتير بتكلف وأنت شغلك لسا تب أوله وأكيد ما معك لهيك ما طلبت منك إيه بلا حكي فاضي حياتي هلا رح أتصل بالبنك انت بسئلي لي قديش لازمك لتساوية؟ انت رجال بكل معنى الكلمة لأي رح كوم مديونة بحياتي لأي لك والشي اللي رح تعمل معي مان وقليل هام زينة زينة حبيبتي بترجعك تساعدين؟ اليوم داك تجي لعنا ضروري ايه؟ أكيد لأنه أنا ما عندي شغلة غيرك شو قصة الجاية كمان اليوم؟ أفصل خالتي وبتعرفية قال جايبت لي شب ظريف اتعرف عليه مين؟ واحد رفقي من أيام الطفولة مو شايفتوا من عشرين سنة شو؟ ايه؟ الشاب صار دكتور هلأ بس خالتي انفكرته صار رئيس وزراء وراحت عزمته لعنة على العشاء وانا ماعد فيني يلغي الموضوع زيزي مشان الله تعالي المسا وساعديني ياسمين اسمعي انا وشيرو هلأ في عنة شغل يعني شغل شو بدي يكون عندك المسا بترجعكي تعالي مشان الله والله انا حابة ايجي بس في عندي شغل المسا ومستحيل اقدر مش الحال يا عمري وزبطن اعتبر الموضوع منتهي رح علقهم ببعض شافه وشافته ايه هي كتير حاجبته خلص ما بقى غير يقعدوا سوا ويشربوا كاسد شاي ايه؟ وانا رح حاول اعمل كل شي بيطلع بيدي مشان زبطن الجو خالتي خالتي اوه كيف بتعملية هي بالعادة؟ علميني كيف بتصير؟ والله العمر إلو حقه حبيبتي طلع عندي كوليستيرول ومعيرو ماتزم بالمفاصل وضغط عندي على طول بيطلع هاتي بقى شو بدي شوف الدكتور وشو بدي عطيني يا دولي؟ عطيني يا خالتي امي امي هي خالتي كتير زودتها عم تزبط لي واحد مش هنحكي معه ايه؟ ايه بس مور فيه ايه بالابتدائي؟ لك استني شوي لأحوال توفيق ايه ايه هو بذاته عرفتي؟ الزلمة صار دكتور وهي بدو ما تسأني عم تزبط لي على حتى احكي معه لا امي لا يا الله انا ما عم بعمل هيك غاد من شان مصلحته والله بدي لقي لي عريسه ترتاح معه ماما هو كتير بشيع وكانوا ينادوله ابو اربع عيون قولي لي لخالته ما بي مجنونة انا ما عدتدخل فيها من يومه رايح وتصفل يلي بدي ايه تعمله خليها قادلة حالة هيك مثل الاردة بكرا بتعنيف امي قوليها انه عندك بنت صبية بتعرف مصلحتها تحميها بكرا بس تتجوز بنتك وتتركك راح تضلي لحالك وقتا ورجيني كيف راح تستني ماشي ماشي ما دخلك انتي نعصني والله بدي تسمع كلمتي وبكرا بتشوفي صنفيلي ايه بنتي سيدلو ايه لا وسهلة اه حقي بك كيفك شو اخبارك تمام كيفك الحمدالله شو رأيك نشرب شاي بس تخلص شغالك والله كتير مستعجيل.... هلا غير مر همortادع عندك متل ما بدك الصبح كانت زينا خانم هون كان بديه قرد بس ما مشي الحال بديه قردwol ليش بتضيع؟ قال هي ورفيقة فاتحين شغل بس انت مو غريب عن قصص لبنوك وإذا حضرتك بتكفلة فأكيد بيمشي الحال عفوا أستاذ شوي إذا بتريد عن إذنك هلأ يعطيك العافية أيوة بدك تعملي شغل لكان قولك بشار في إنك واحدة محتالة بتمثلي علي وبيغم عليكي أنا بفرجيكي أوه مرحبا ياسمين شو عم تعملي هون؟ عم كبلس بالي متل ما لك شايف اي 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 انا كنت بدي أحكي معي كي بشغلة ليش نحنا بشو بدنا نحكي اه ما عد في شين حكا شوفي اه انا كنت نفكر انه كينان هو اللي دفع لي المر اللهم شيبك يا طولة البال هلأ ما عد في عندك غير هالسيرة يعدمني يا ما أغلظ ان شاء الله بصراحة ما كنت حابب زعجك ياسمين بس كينان لا تكمل بعرف ما كان قصدك وفهمتك غلط خلص مو مشكلة خلص غسان انا داخلي كتير من اسلوبك وطريقتك ياسمين انا عندي شغل كتير علا وعدت لزينة انه حتى لو شفتك جايل عندي زحف وشفتك عم تحاكي حالك وتنام بالشوارع اني ما عد ارجاع احكي معك لو شو ما صار انت كتير جرحتني انك انت ما عندك حتى احساس ياسمين اشتركوا في القناة